أشاد عدد من مدربي الحرف اليدوية والمهارات بالفرصة التي حظوا بها لعرض المنتجات والمجغولات الفنية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم وأكد مدرب الحرف اليدوية موصلة العمل على تطوير مهارات المتدربات من الفتيات والنساء للارتقاء بمستوياتهن الحرفية هو الأول أنا بضربهم إزاي نقالوا الرسمة على الملابس وتكوين الألوان ونوع الألوان وإزاي يختاروا التصميم بتاعهم وعلى إزا كان يوظفوا التصميم على المنتج نفسه كواء مخدات أو تي شورت أو طرحة أو أي حاجة من الحاجات دي فضلتوا معهم وحدة واحدة لحد ما وصلتوهم إن هم يعني بيرفكت للمنتج إن هو يوصل للمستهلك حاجة يعني كويسة إحنا شاركنا في المعرض أول مرة نشارك في المعرض إن إحنا نشارك ونعرض المعرض بتاعتنا وإن إحنا نعمل لايف شو ده فرق معنا فإن إحنا بنخلي لسيدات يعملوا حاجات أول مرة يجربوها إن هم يعملوا لايف شو قدام الناس وإن هم بيشوفوا الثقافات المختلفة هم هيطلبوا منهم إيه وهم هيعملوا إيه ويقدروا يتجاوبوا مع ده ولا لا وإن هم يحطوا نفط إن هم قد الحاجة دي وإن هم يقدروا يعملوا أكتر من كده إحنا هنا بنعمل لايف شو عن حرفة خرز النول وجايين من طرف المجلس القومي للمرأة عشان نقوم بمتدربات من أسوان كنا قبل كده عملنا بيهم ورشة عن نول الخرز تعلموها من خلال مجلس القومي للمرأة سفرنا لهم أسوان وقمنا بتدريب حوالي 8 أيام كانش عندهم خلفها خالص عن الحرفة دي بدأنا معاهم من السفر ودلوقتي هم متمكنين من الحرفة اشتركوا في القناة